يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 مليون مبروك لمنتخبنا الوطني الصعود لدور الستاشر بعد الفوز اليوم على المنتخب السوداني بهدف محمد عبد المنعم فوز تاني على التوالي في هذه المجموعة صحيح بهدف فقط نفسنا اكتر طبعا نفسنا اداء افضل نفسنا نتائج اكبر بس هصعدنا للدور القادم هتقول لي يعني هو صعود مصر الدور الستاشر بقى انجاز لا طبعا مش انجاز بس مفاجآت البطولة غريبة النتائج اللي بتحصل في البطولة غريبة مفيش اي حاجة بتحصل في كاسر الوام الأفريقية حتى هذه اللحظة طبعية ومنطقية معظم الحاجات اللي بتحصل في البطولة غريبة فاحنا قدينا عدينا المرحلة الغريبة دي مش هقول مرحلة صعبة مجموعتنا ما كانتش صعبة هي المنتخب الناجيري فقط هي المباراة اللي كانت على المركز الاول واخسرناها منتخب الناجيري خدت 9 نقاط واحنا خدنا 6 نقاط دي مجموعة منطقية بنتائجها بقى المجموعات فيها نتائج كتير ومجموعات كتير مش منطقية ومش طبعية النهاردة كمان المنتخب الناجيري كسب منتخب غينيا بيساوزة بقى حضراتكم وخد العلامة الكاملة 9 نقاط كاملة من 3 انتصارات منتخب الناجيري الوحيد اللي خد 9 نقاط حتى الآن في هذه البطولة من 3 مباراة مباراة منتخب مصر النهاردة الاداء كان حلوة قوي في الشوت الاول او حلو بدا الشبالغ حلو في الشوت الاول احسن من اللي فات احسن من المباراة اللي فاتت مباراة غينيا بيساووا بالتأكيد احسن من مباراة من مباراة المنتخب الناجيري بس في شوية ايجابيات وبرده في شوية سلبيات هكلم حراراتكم عنها الايجابيات ان النهاردة خلاص كارلوس كيروش قالك انا هلعب بالطبيعي هلعب بالمنطقي مش هجود صلاح على اليمين مصطفى محمد في النص يعني الهجوم يعني مرموش على شماله وراء عبدالله السعيد وبعد كده عمر السلية محمد النني في رقم 6 صحيح بدأ بعمر السلية هو رقم 6 هو اللاعب اللي بيلعب قدام خط الدفاع بس بعد كده رجع محمد النني تاني فعشان كده محمد النني ظهر بشكل معقول جدا عن المباراتين اللي فاتوا عمر السلية كان عادة بيقدم مبارات كويسة مصطفى محمد النهاردة عمل شوت أول ممتاز عبدالله السعيد عمل شوت أول ممتاز جدا كل حاجة النهاردة في الشوت الأول تحديدا كانت محترمة وكويسة عمر كمال كان نشيد جدا في الشوت الأول عمر كمال كان نشيد في المباراة بشكل عام بس كان إنتاجه مش جيد عرضياته ما كانش فيها دقة يعني بيعمل عرضيات كتير بس الدقة مش موجودة عنده النهاردة عكس المباراة اللي فاتت غنيا بسبب كانت الدقة عنده إلى حد كبير أفضل من النهاردة محمد صلاح النهاردة الناس كانت مستنية منه أكتر محمد صلاح النهاردة فقد الكورة كتير أكتر لاعب في منتخب مصر فقدا للكورة بس أكتر لاعب في منتخب مصر في الخط الهجومي وسلت له الكورة ودي إمكانيات محمد صلاح أنه يزهر كتير للعابين اللي معاه وياخدوا الكورة ويستقبل الكورة ضعت منه كورة كتير النهاردة ضعت منه بقى ليه كتير الكورة النهاردة اللعبة كان على محمد صلاح النهاردة كان قوي جدا من مدفع المنتخب السوداني وأحيانا كان بيبقى عنيف أعتقد أعتقد ده وطر شوية محمد صلاح وخلاي خاف شوية خلاي يقلق شوية طبعا خبرات محمد صلاح ويمكنات محمد صلاح ما تخلقوش يتحط في الموقف ده بس لما تيجي الموضوع على رجلي كل شوية النهاردة كانوا الرقابة عليه شديدة جدا قوية جدا من المنتخب السوداني زي ما تلكم وصلت لبعض الأحيان لحد العنف المنتخب السوداني النهاردة كان خطير على لحظات متبعدة لحظات متبعدة ويخوف أنا بس اللي وقف عنده إن احنا حتى هذه اللحظة مع منتخب قوي أو منتخب ضعيف أي منافس ممكن يوصل لمرمانة ودي حاجة أو جرس انظار يخوف يقلق فدي نقطة لازم نحطها في الاعتبار لازم كيروش يحل الموضوع ده بسرعة لازم يحط في اعتباره إن احنا هنلاقي المنافسين أقوى بالتأكيد في الأدوار القادمة مين بقى المنافس بتاعنا في الدور القادمة مش مشكلة غينيا الاستوائية سيرليون كوديفار الجزائر مايفرقش احنا نركز كويس جدا ومعنا راحة أسبوع السبعة يام بحالهم هنلعب يوم الأربع اللي جاي دور الستاشر فاحنا نستنى ونحافظ ونجاهز نفسنا بدنيا فنيا نصح الأخطاء عبدالله السعيد عمل مباراة كبيرة النهاردة والنهاردة الشوت التاني من الحاجات الكويسة إن زيزو ومستوى محمد لقى بعض الدقايق مع بعض دايما كنا حاسين إن زيزو ومستوى محمد لنفعش العوام مع بعض لهم مع بعض شوية وقت صحيح نزل زيزو على الشمال مش شمين ودي برضو حاجة من الحاجات الغريبة بس نزلوا هما الاتنين مع بعض ما عملوش حاجة ما اشتغلوش مع بعض كتير بس يعني تمام تمام ما حاسناش إن في حاجة مش طبعية النهاردة أكد لنا كيروش إن هو محمد شريف مش شايفه مهاجم أبدا خلاص يا جماعة محمد شريف متسنوش نوعي بقى بديل مصطفى محمد لو بنلعب 4-2-3-1 أو 4-3-3 البديل الوحيد أو محمد شريف ممكن ينعب في خاطر وجم لو لعب مهاجم تاني لكن مش هلعب مهاجم الواحد مش هلعب مهاجم صندوق مش هلعب مهاجم تارجد المهاجم التارجد بعد مصطفى محمد بالنسبة لكيروش هو مروان حمدي لما نزله في الخمس دقايق الأخيرة من الشوت التاني تريس جيل نهاردة لما نزل حرك شوية لعب برضو كان كويس مرموش أحسن بكتير من الممبراتين اللي فيتوا تحديدا في الشوت الأول أحسن بكتير عبدالله السعيد كان هو اللي بيحرك مرموش هو اللي بيحرك صلاح هو اللي بيحرك مصطفى محمد وعمل أداء كويس جدا ويخليك تفكر طويل وقت مين بديل عبدالله السعيد في منتخم مصر دلوقتي مفيش النوعية بتاعة عبدالله السعيد اللي بيعرف يحرك اللعب دي مش موجودة عندنا لعبين بإمكانيات مختلفة وممكنت بإمكانيات جيدة أيضا ولكن بإمكانيات مختلفة غير اللي عند عبدالله السعيد عبدالله السعيد هو اللاعب اللي يعرف يلعب بين خطوط المنافسين خط الوسط وخط الدفاع بشكل كويس يعرف يظهر في أماكن كويسة يعرف يطلع كرات في أماكن مهمة جدا في الملعب ويعرف يعمل هجمات خطيرة كان مؤثر جدا الشوت الأول بس طبعا ما قدرش يكمل فيه الشوت التاني تغييرات النهاردة كانت جيدة الناس تغراب بس تغيير مروان حمدي كانوا بسعين محمد شريف بس خلاص الراجل يا جماعة أنا مش شايف محمد شريف مهاجم أنا شايفه جنيع خلصت خلاص دي قناعات الراجل ومكملين بيها يعني مش هتغير تحديدا في محمد شريف قناعاته اتغيرت شوية في بعض الأمور اللي هي علاقة بأنه ما يغيرش مركز اللاعبين كتير وهتحسنت الأمور نقلق من اللي جاي طبعا نقلق من اللي جاي بس زي ما قلت أنا في المقدمة قدنا بنمشي خطوة بخطوة بنعلى درجة بدرجة المفهول نعلى درجتين تلاتة اربعة بس بنعلى درجة درجة معناها ان احنا بنعلى مش بنقل المباراة اللي صعبة مش المفروض كيروش يقلف فيها يفضل زي ما هو اعمل صح ما تجودش يعني امشي كده وربنا يكرمنا وربنا يساهلنا والأمور تمشي بشكل كويس النهاردة محمد عبد المنعم عمل مباراة محترمة جدا الحجازي عمل مباراة كبيرة جدا بس محمد عبد المنعم كمان كنت قلقان عليه جدا وكان نفسي او مش نفسي يعني كنت متصاوي ان محمود علاء خبرات وممكن تفيده في هذه المواجهة لكن محمد عبد المنعم كان راجل جدا مهم جدا ومؤثر جدا وسجل هدف من رأسية مميزة جدا هدف الفوز بهذه المواجهة المنتخب السوداني كافح بصراحة في البطولة كافح جدا تعادل اول مع غينيا بساو عمل مباراة معقولة مع المنتخب النجيري في الشوت الاول تحديدا مع مصر كان يعني بيحاول صحيح الحارس مرمى المنتخب السوداني النهاردة شال اكتر من كرة من المنتخب المصر لكن بشكل عام المنتخب السوداني عمل مباراة محترمة وعمل مباراة جيدة الحارس محمد مصطفى الحارس المميز للمنتخب السوداني عمل مباراة محترمة محترمة جدا 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 طيب